السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في عمليات الفصل نواصل الكلام عن مقدمة حول عمليات الفصل ونبدأ بشرح مبسط حول عمليات الفصل وحقية تعد عمليات الفصل integral part لأي plant design بمعنى أنه لا يوجد مؤسسة صناعية مصنع plant تعمل بدون عملية فصل على الأقل واحدة فهي عمليات الفصل جزء لا يتجزأ من العملية الصناعية بصورة مطلقة ولن تجد مؤسسة صناعية لا تحتوي على عملية الفصل في مراحلها المختلفة هذه العملية يمكن أن تكون upstream أو downstream بمعنى أنها ممكن تكون في مقدمة العملية الإنتاجية للمؤسسة الصناعية أو at the final stages فكما تعلم عزيز الطالب يتمثل العمليات الصناعية كل بلوك يمثل عملية محددة تحدث فيها تغييرات مختلفة للمواد الخام عمليات الفصل يمكن أن توجد في مقدمة هذه البلوك دايجرام أو by the end of it وفي أثناء تعرضنا لعدد مختلف من عمليات الفصل سنتكلم عن أمثلة تطبيقية لهذه الأنواع المختلفة نبدأ بتعريف عملية الفصل يمكن أن نعرف عمليات الفصل بأنها separation processes are operations عمليات هذه النقطة الأولى الأهم المهمة separation processes are those operations which transform فهي عملية تحدث فيها transformation عملية تحويل تحويل لماذا؟ تحويل هذا التحويل لمكشر of substance فهو هذا يمثل الفيد والذي يتكون عادة من mixture of substances لدينا عدد من المركبات المتجانسة أو غير المتجانسة homogenous أو heterogeneous هذا الفيد يتكون من number of products عملية separation هي عملية تحويل لهذا الفيد إلى two or more products فعملية separation تؤدي إلى تحويل هذا الفيد من خليط متجانس إلى two هذا هو الحد الأدنى أو more products طيب هذه الproducts حقيقة وهذه النقطة هامة للغاية تختلف بين بعضها البعض في خصائصها الفيزيائية والكيميائية تختلف بين بعضها البعض في تركيبها في الcomposition وتحدث هذه العملية بواسطة ما يسمى بالseparating agent لتلخيص هذه النقطة عملية الفصل هي operation تحدث فيها عملية transformation لخليط يتكون من عدد من المركبات إلى على الأقل مركبين أو مسارين وهذه المسارات تختلف بين بعضها البعض في خصائصها الفيزيائية والكيميائية تحدث هذه العملية بواسطة الseparating agent عامل فصل الشكل اللي أمامنا بيمثل schematic presentation لعملية الفصل يكون لدينا فيد وزي ما ذكرنا بيتكون هذا الفيد من عدد من المركبات هذا الفيد بيكون متجانس أو غير متجانس بيدخل في operation في هذه الoperation بتحدث عملية التحويل الترانسفورميشن وتحدث بواسطة separating agent فبالتالي يكون ناتج هذه العملية يكون ناتج هذا الترانسفورميشن الحصول على على الأقل two streams مسارين هذه المسارات تختلف في الcomposition وتحدث هذه العملية بواسطة separating agent الذي يمكن أن يكون matter أو energy يمكن أن يكون مادة أو طاقة وحنأخذ عدة أمثلة لهذا النوع من الأمثلة المثال لعملية فصل طبيعية وموجودة في جسم الإنسان عملية separation التي تحدث داخل الكلة الكلية حقيقة هي عبارة عن فلتر تحدث فيها عملية تنقية تنقية للدم من عدد من المركبات التي زملائنا في كلية الطيب أدرى بها أيضا المثال الثاني هي الرئة الرئة تعمل على سحب خليط من الغازات يكون لدينا oxygen nitrogen nitrogen coxys هي عملية طبيعية تحدث حتى داخل جسم الإنسان من أمثلة عملية الفصل في الصناعة عملية صناعة السكر وتحويله من raw material إلى final product وهي العمليات وهي مجموعة كبيرة من العمليات المعقدة التي سنتكلم عنها في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر